بس قبل ما نخوض في صلب ولب الموضوع حابب أسألك جسيس كيف نعرف النبي وكيف نعرف النبوة واحدة من الحياة اللي وحداتك بتتكلم عن فكرة النبي الكذاب وكيف نميز النبي الكذاب على طول جات في ذهني فكرة الإنسان كان بعيد كل البعد عن أي كذب وكان بعيد عن الكذاب وأبو كل كذاب طالما كان في شركة مع الله لما كان آدم وحوى في شركة مع الله قبل ما يدخل الكذاب عليهم كان الإنسان محمي من كل أنواع الكذب والخداء لكن بسقوط الإنسان أصبح وأنا خدت الكلام ده من المقدمة اللي حضرتها قلتها لما بتكلم عن أن يستمر النبي الكذاب في كل عصر وفي كل جيل وهيستمر حتى مجيء المسيح فعشان كده بداية وجود الكذاب وأبو كل كذاب هو الشيطان اللي خدع الإنسان بأكاذيبه في تعريفنا للنبي هنلاقي أولا مهم جدا جدا أن نحن نتكلم عن موضوع النبي لأن كثير من الديانات أساسها بيجوم على وجود شخص أو نبي أو أدعياء النبوة فده موجود في كل ديانة شخص يأما بيحمل رسالة الله الحقية وده النابل الحقيقي أو الشخص يدعي أنه يحمل رسالة من الله ففي الشخص الحقيقي وفي الشخص وفي الأدعياء أو هم وكلاء الله على الأرض وكثير من الناس تم خداعهم بنبوات كثيرة أو بتعاليم مضللة وبتعاليم مضلة عشان كده مهم جدا جدا أن نحن نعرف النبي كان غرض الناس دي وعشان كده أنا بتكلم كمان للمشاهدين لأن الأيام دي جسيس نزار أصبحت التقوى تجارة الكتاب المقدس حذرنا من أن تكون التقوى تجارة لكن في ناس النهاردة بيستخدموا التقوى كتجارة يتجروا بالدين فكان في أنبياء بيتجروا بالدين كانوا بيكسبوا مكاسب معينة من نبواتهم وتنبواتهم عشان كده لازم نحذر من الذين يغدعون الناس بنبوات كاذبة وصاروا وراء أنبياء كاذبة كان كل غراضهم تحقيق شهواتهم وأغراضهم الشخصية مش بس النبي خادم الله الإنسان المؤمن المفروض مش بيدور على تحقيق رغباته حتى أن الله نفسه لا يحقق رغبات الإنسان لأن رغبات الإنسان ليست دائما سليمة الله يعطينا احتياجاتنا لأن مرات رغباتنا تدمرنا فعشان كده فيه أنبياء بيكون هدفهم أن هما يحققوا رغباتهم وشهواتهم يفرضوا سلطانهم وسطواتهم على الناس باسم الدين وعايز هنا أكد على فكرة أي شخص عايز سيطر عليك باسم الدين سواء مسيحي سواء مش مسيحي أيا كان الشخص ده عايز تحكم فيك باسم الدين هذا الشخص ليس من الله لأن حتى الله نفسه جدم نفسه لنا كخادم يعني لما نشوف أن الله بيعد الخليقة كاملة أمام الإنسان ويرتب للإنسان كل احتياجاته قبل أن يوجد الإنسان فبنشوف الله هنا بيقدم نفسه مش واحد بيفرض سلطانه عشان يتحكم في الناس لأن ليه كل السلطان أنه يعمل كده لكن بيستخدم سلطانه في الخدمة وده أكدوا الرب يسوع المسيح أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويضع نفسه فديتان عن كاترين عشان كده بنلاقي ناس كتيرة باسم الدين بيتجروا باسم الدين فالمفروض أن احنا ما نصدقش دول ونسمع كلام الكتاب أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كاترين قد خرجوا إلى العالم اشتركوا في القناة